أخوين خطف من 2006 مواليه 86 في منطقة اللطيفية كيال 14 إنها واحدة من قصص عديدة متشابهة يمكن سماعها هنا في ناحية اللطيفية جنوبي بغداد فما زال ملف المختطفين والمغيبين قصرا طاغيا على المشهد الذي لم تسلم من ظلاله الثقيلة مناطق حزام بغداد منذ سنوات عديدة مناشدات ذوي المغيبين هذه توجه إلى السلطات المتورطة أساسا من الانخراط بعمليات تهجير سكان الناحية بدوافع طائفية لا سيما بعد اتهام حكومة الكاظمي بمصادرات الآلاف من الهكتارات الزراعية المأهولة بالسكان ومنحها لصالح وزارة الدفاع الحالية لإقامة مشاريع سكنية بداية شهر نيسان الحالي ولمشاريع التغيير الديمغرافي التي تدفع نحوها ميليشيات وقوى سياسية متنفذة موالية لإيران تاريخ طويل إذ لا تعد نهجا مستحدثا في هذه المناطق بالتحديد لأهميتها الاستراتيجية لمشروع طهران في العراق حيث يعاني سكان هذه الناحية من عمليات الاختطاف والقتل الممنهج ووجود السجون السرية التي تديرها الميليشيات فضلا عن انقطاع الخدمات الأساسية بشكل متعمد هنا يصعب لسكان البوح أمام عدسات الكاميرا بكل ما يجول في الخواطر من المعاناة بيد أن صور المقابر الجماعية المكتشفة بين الفينة والأخرى قد تكون كفيلة بعكس جزء ضئيل من الواقع المظلم والمستقبل المجهول الذي ينتظر الناحية التي تبعد كيلومترات معدودة عن ناحية جرف الصخر منزوعة السكان